هل الزواج هو مجرد علاقة جسدية بين زوجين؟ أم أن هناك أبعاد أكثر عمقا وترابطا تجمع بينهما؟ هل يحتاج الزوجان أن يكونوا صديقين وليس مجرد زوجين؟ كيف ننمي علاقة الصداقة الفعالة بين شركي الحياة؟ الحب الصديق، هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مشورة كفه، فابقوا معنا. اشتركوا في القناة من رحب فيكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مشورة كفه، أهلا وسهلا فيكم، ومن رحب كمان بضيفنا الدكتور ملاك نصر، أهلا وسهلا فيك دكتور، نذكر أن الدكتور ملاك هو استشاري نفسي ومدرب علاقات وأستاذ علم النفس الإرشادي بجامعة فيجن الأمريكية، أهلا بك، أهلا بك دكتور، مثل ما ذكرنا أنه موضوع حلقتنا اليوم هو عن الحب الصديق، نعم. إذا ممكن تعرفنا عن هذا العنوان ما هو الحب الصديق؟ الحب الصديق التفت إليه يعني بشكل نسبي مؤخرا في الدراسات النفسية خاصة بالحب والعلاقات، ويمكن واحد اسمه لي، طلع نظرية عن أنواع سبعة من الحب، من منهم الحب الصديق، وهو كلاتي، هو حب طبيعي وعادي بين أي رجل ومرأة، سواء زوجين أو غير زوجين، لكن فيه بعد إضافي، وهو أنه في صداقة حقيقية صادقة بينهم هما الاتنين، وبالتالي بيوصف لي هذا الحب يعني، أو هذا العالم الإسمه لي، بيوصف الحب الصديق على أنه مهم جدا بيتمتع باستقرار عالي واستمرارية، لأنه قائم على قواعد ثبتة ورسخة في العلاقة بين الطرفين، ليس فقط مجرد المشاعر المتواهجة، لكنه قائم على يمكن هنقول بعد شوية كام عمود كده مهمين، أو كام أساس بيقف عليهم، الحب الصديق كمان هو يمكن لا يبدأ بالمشاعر، لكنه من الأفضل أن الحب ينتهي به، بمعنى أنه ممكن جدا نبدأ الحب بالمشاعر، وبعد فترة نتعلم إزاي يكون حبنا هو نوع من الحب الصديق، أو بيسموه استورج، حسب النظرية، هذا الحب الصديق كمان، بيؤكدوا أنه أساسي جدا 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 في نجاح العلاقة الزوجية، أو في نجاح أي علاقة حب، حتى لو كانت خارج الزواج، مهم جدا جدا أن يكون فيها هذا البعد، اللي هو بيعتبر بعد أساسي، حتى يضمن استمرار العلاقة، هذا هو الحب الصديق. لكن دكتور، هل موجود حب يمزش بين هيدا المشاعر العاطفية والصداء الإنسانية؟ بالتأكيد، لأنه لما بنبدأ الحب بمرحلة المشاعر، المشاعر الحية المنحنة الخاص بها أو الكيرف بتاعها، بعد فترة بتنحصر شوية، بينزل شوية الكيرف أو المنحنة بتاعها. لدرجة أن حتى بعض الدراسات بتقول أنه أقصى حب يقدر يحتفظ بمشاعره لمدة سنتين. هذا يمكن لأسباب اجتماعية وعائلية، ظروف العمل، ظروف الحياة الصعبة، طبعا، ولا أسباب نفسية، والحياة كثيرة طبعا، والتغير الشخصية، الناس بتتغير كمان، لكن توهى وج الشوعة للأولى بتاعت الحب بتخبط أو تخفو شوية بشوية. علشان كده من المهمة يكون فيه بعد جديد بيضافي لهذا الحب. خصوصا لو الاثنين قرروا أن هم فعلا يرتبطوا ويكونوا بيت وأسرة مع بعض. هنا الصداقة الأساسية لأنها فعلا إنجاز التعبير يعني المؤون أو الزاد وكل احتياجاتهم في المستقبل في مواجهة الزمن اللي هيساعدهم كتير قوي. وهو الصداقة. أن يكون حب ممزوج بالصداقة. وطبعا، هذه الصداقة ليها أصص وليها معايير ومواصفات. بالضبط مواصفات. بالضبط مواصفات أشكرك ونقدر نتعلمها. بالضبط. بس أعايز أقول لك قبل ما أقول أحرك على المواصفات يعني. أنه الحب الصديق مهمة قوي أنه يضاف مثلا للحب الجنسي. زي ما ذكرنا قبل كده في حلقة سابقة. أنه الحب الجنسي لواحده ممكن يخفض تماما لو ملاقاش استمرارية ليه. كنت أقول كل شي عنده وقته. بالضبط. ليه وقته. بتيجي الصداقة. حتى أتخيل الصداقة العادية بين شخصين يعني. حتى من نفس الجنس. الصداقة بتضمن استمرار العلاقة بين الطرفين لفترة طويلة جدا. إذا طبعا. تقبل آخر. طبعا. فيها معايير كتير وصفات كتير. لكن اللي أعز أقوله أنه بيكأكدوا ليه الأيام دي على فكرة الحب الصديق. لأنه كتير داخل علاقة الزواج مثلا. بيدوروا على صديق خارج العلاقة الزوجية. ليه؟ لأنه ملاقاش داخل البيت الصديق الحقيقي في الشريك الأخر. ومن أهم معلمات الصداقة هو فكرة القبول. أوكي؟ أنه أنا بقبل شخص ده صديقي زي ما هو. بعيوبه، بمحسنه، بنقاط ضعفه، بنقاط قوته وهكذا. أنا بقبل محتاج، وده كلنا عندنا هذا الاحتياج كبشر يعني. الاحتياج إلى القبول. خصوصا من أقرب الناس إلينا. خصوصا في الدائرة الضيقة جدا وهي دائرة الزواج أو داخل الأسرة الوحدان. عشان كده الحب الحقيقي الناضج بيتطور شوية بشوية من المشاعر الملتهبة والرومانسية الحالمة إلى الصداقة. بمعنى أنه في طرفين هم الاتنين متساويين متكافئين في القيمة والاحترام والتقدير والغلاوة إلى آخره. هنا تبدأ فعلا مكاننا طور آخر أو مرحلة تانية أو شكل جديد من أشكال العلاقة والحب من الطرفين. في مقولة ريتا مرة بتقول الزواج أو الصداقة في الزواج. هو فينا نعتبرها كيف السليب أوفر. يعني حدا بيعزم صديق يجي نام عنده، يقضي ليلة عنده. بس هذا يتكرر يوميا. كيف بنت هتك نهار عزمة رفقتها تجي تنام عندها؟ فهذا الشعور كان شعور لا يوصف من الفرح أنه صديقتها الحميمة اجي تنامت عندها بالبيت. فتخيل أنه نفس العلاقة بين زوجة وزوجة هالصداقة الموجودة هالشخص عم بينام عندهم كل يوم؟ نعم، هذا صحيح جدا. يا ريت نقدر نعمل كده. لأنه فعلا فكرة الصداقة أو فكرة الاستضافة مثلا الصديق وننام عندنا يوم بعدين يرحل. بنبقى فرحين جدا بوجوده، نقدر نحكي معاته للليل وهكذا. ليه؟ لأنه فيه ارتياح بين الطرفين، فيه انفتاح بين الطرفين. فيه حاجة مهمة جدا جدا وديه أساسية بين الأزواج. إن أنا مخافش من الطرف الآخر أنه مثلا يديني عندما أخطأ أو ينتقد. ممكن يصلح لي أخطائي، ممكن يوجهني، ممكن يعني يبقى مراية ليا حقيقية أشوف فيها نفسي بكل أبعادها الحقيقية. سواء أبعادها اللي فيها مشاكل سلبية أو أبعادها اللي فيها أمور إيجابية. علشان كده بيتكلموا عن الصداقة بين الزوجين كما لو كان بالضبط إزاي المراية الصادقة، المسكولة، اللامعة، السليمة. لا هي المقاعرة ولا هي المحدبة. بمعنى إيه؟ المقاعرة اللي هي ممكن لو حرك روحتي مثلا، كان زمان فيه الملاهي أنك تخشي قوضة المراية في منها مقاعرة فتلاقي الشكل بقى منبعج وبقى وكاد حاجة يعني كده كوميديو نتحك عليه أو المراية المحدبة. المراية المقاعرة أو المحدبة يعني إما تضخم في الشخصية أو تقلل من قدر الشخصية. لكن الصديق الحقيقي في الزواج هو المراية الحقيقة المسكولة المزبوطة اللي بتوريني عيوبي ومحزن. يعني هذا هو كمان فينا نحكي عن الفرق بين الصديق الحقيقي والصديق. نعم. الصديق الحقيقي بنعرفه أيام الصعوبات. يعني الصديق بيبقى حده بيساعده مهما كان. والصداقة الحقيقية هي مش دايما بتطلب لنفسها هي اللي بتعطي للآخر. فهون بيلاقي وقت اللي بصير فيه علاقة الصداقة بين الزوجة هي وقت كل شخص منهم بيكون يبادل الشخص الآخر بصداقته. هذا صحيح. وخصوصا أنه كمان أخر تعبير مهم وهو يبادل. يعني فكرة التبادل تكافه. بالطرف واحد. بالضبط كده. يعني أنا باخده وأدي في نفس الوقت. أنا بسمع وأسمع. إن أنا بشكي وأسمع الشكوى. إن أنا حد بيعضدني ودعمني وقت الضعف. وأنا كمان نفس حكاية بعمل كده. هذه الصداقة. الصديق الحقيقي بتلاقي وقت الشدة. لذلك حتى أحيانا بعض الزوجات اللي يتمتعوا بذكاء وإحساس عالي. لما الشخص مثلا أو الراجل شرك حياتهم بيغلط. بيتعاملوا بطريقة مش عنيفة بقدر ما هي فيها تفاهم وفيها وقفة وفيها حكمة. بتساعدوا نمر بهذه المرحلة الصعبة. وفي نفس الوقت كمان طبعا مع الاعتراض ومع إذا كان فيه نقطة سلبية في التصرف. عشان كده فكرة الصداقة هي فكرة الكبول. فكرة الارتياح بين الزوجين. لكن ما يمنعش أنه فيه يعني دعامات نقدر نتعلمها كلنا. على أساسها نقدر نبني علاقة صداقة إلى جنب العلاقة العاطفية العادية. يمكن كمان من مقومات الصديق هو الشخص الذي يستمع. نعم. فبعتقد أنه كثير مهمة وقتلي بيكون الزوجين يجدون شريك عندهم بيسمع لهم. لأنه دائما منشوف أنه في شخص من الاثنين أو مرات اثنين. لكن شخص من الاثنين على الأقل يحب أن يتكلم. فقالت لي بيشوف أنه لا يوجد أذان صاغية عند الطرف الآخر. هنا يبدأ المشاكل. وهنا لذلك نتحدث عن الحب الصديق. لأن الصديق يستمع. الصديق يشارك بالحديث. يعني من أهم المكونات عند الحب الصديق. أنا بنظري هو الحوار. النقاش. نعم. إمكانية الأخذ والعطى. ليس يعطي الأذن الصماء للشركة تانية. عندك هذا. طبعا نتكلم أكثر بالتفصيل في موضوع الحوار. وما يعطيش أذن الصماء للشركة التانية. في الأعلى. هذا صحيح. إذا سمحت. اتفضل. شكرا دكتور. أحباء المشاهدات ومشاهدين الكرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم. ما تنسوا أن تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني. وكذلك على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة. يسعدنا أن نتلقى إيميلاتكم. وكمان يسعدنا أن نجيب على أسئلتكم. أن تزورونا بعد الفاصل. مرحبا بكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في القسم الثاني من حلقتنا لليوم بعنوان الحب الصديق. مرحبا بك دكتور مرة تانية. أهلا بحضرتك. أهلا سهلا بك. لكن سنكمل موضوعنا لليوم. لكن سنبدأ بإيميل مرة تانية. كمان لدينا إيميل أو سؤال للحلقة. من مستمع أو مشاهدة لنا. تقول أنا زوجة أحب زوجي كثيرا. وهو يبادلني الحب وأكثر. لكن أشعر دائما أنه ما زالت بيننا حواجز. فهو لا يشاركني كثيرا بتفاصيل من حياته المهنية. أو حتى حياته الأخرى أو مشاكله الأخرى. كما لاحظت في الفترة الأخيرة أن المشاعر بيننا أصابها الفطور. وأحاول جاهدة أن أتقرب إليه أكثر. فكيف يمكن أن تقوم صداقة بين الزوجين؟ سؤال حلو. ودي حالة حقيقية بتعبر فعلا عن واقع كثير بيعيشه متزوجين. ليه؟ لأنه موجود الحب. بالضبط. شي غريب. بالضبط. بس إحنا بنحتاج نتعلم الصداقة. بس إحنا بنحتاج نتعلم الصداقة. ليه؟ بنحتاج نتعلم الصداقة. الصداقة لها قصص وقواعد وليها صفات وليها أمور كثيرة. كلنا بنحاول نتعلمها طول حياتنا. لأن الصداقة دي عبارة عن علاقة قوية متينة. لصيقة بين شخصين بيتحاول كل واحد فيهم إلى فعلا رفيق للدرب للطرف الآخر مدى الحياة. إذا طبعا الظروف ما فرقتش بينهم. وهذه الزوجة. عفوا. هذه الزوجة. واضح إنها في مشاعر. وفي صدق. وفي نية كويسة. وجزء كمان بالشركة. لكن واضح إن في فطور حصل ليه. لأنه ما في بعد الصداقة. اللي بيضيف نكهة جديدة خاصة أساسية ومهمة لسمرار العلاقة. هي بتحاول تقرب منه. علشان يعني تقسر هذا الفطور. وتحاول تدخل علامه أكتر. الفكرة إنه خلينا نقول إنه الصداقة بين الزوجين. بتقوم على ثلاث عامدة. ودي ممكن إحنا نتعلمها ونطبقة في حياتنا. أول حاجة الفهم أو التفاهم. ما في حب بدون فهم. وما في صداقة بدون فهم. بالعكس إحنا بنميل للناس أو الأشخاص اللي بيفهمونا بسرعة. وننفر أو نوعد عن أشخاص اللي مش فهمنا. كلنا عندنا احتياج أساسي جدا. وهو أن نكون مفهومين. أو مفهومون يعني. بس أن نكون مفهومين. بمعنى إنه أنا مش عايز باستمرار قبز مجهود كبير للطرف الآخر. لعشان يفهم بفكر في إيه. أو أنا حاسس بإيه. أو بحلم بإيه. أو متضايق من إيه. أو إيه اللي بتعيبني أو أين كان. الفهم أساسي جدا في علاقة الحب. وأساسي جدا جدا في علاقة الحب الصديق. لأنه زي ما قلت لك. إحنا على مستوى الصداقة العادية. مش بين الزوجين. ببساطة هتقدر تقولي كلمات قليلة. وصديقك يفهمك بسرعة جدا أو صديقتك. أو حتى ما تكونيش متكلمة. بس من مجرد ملامح واجه حضرتك. يقدر يقرأ أنت موصوطة أو متضايقة. يقدر يحس. ممكن حتى بلغة مشتركة. لغة الجسد بينكم تفهموا بعض بسرعة جدا. كأسزقاء. نفس الفكرة محتاجينها بين الزوجين. الفهم نمرة واحدة أساسية جدا جدا. وكمان بين كوسين التفاهم. طبعا في فرق بسيط ودقيق بين الفهم والتفاهم. الفهم understanding. التفاهم نوع من الإدراك العالي جدا. لشخصية الأدامة بضعفتها. بمشاكلها. بنقاط القوة اللي فيها. التفاهم لموقفه. التماس الأعذار. ده اسمه التفاهم. نصبوط. نصبوط. فمفيش صديق حقيقي لنا. بنخاف نحكي له كل حاجة. أو بنخاف من الإدانة. أو بنخاف أن يأخذ مواقف سلبي مننا. وإذا أخذ مواقف سلبي مننا. فده بيبقى محك أساسي. كاتم للأسرار. إجمالا بكون الصديق. طبعا. صديق هنا نكونه قدامه. يعني بدون أي ميكوب إنجاز التعبير. نفس الفكرة. مع الزوج أو الزوجة. بنحاول بقدر إن كان يكون فيه صداقة من هذا النوع. رغم حساسية شوية المواقف. يعني أحيانا بعض الأمور ممكن لو صرحت بيها لشريك حياتي. أكيد هياخد مواقف ما. فهنا بنقول بقدر إن كان يكون فيه تفاهم. ويكون فيه استيعاب للشخصية الأدامي. هي عامل كده ليه. غلطت كده ليه. في نفس الوقت طب أقدر أساعد إزاي. طب أنا هستخدم حقي أو في الاعتراض. لكن في نفس الوقت أنا هدعم وساند. هيدي الصداقة. ممكن الصديق تحكي له. يلوم بك يقولك لا أنت غلطانة في كده. بس أنا هقف معاكي حتى تخرج من المشكلة دي. ده الفرق بين الصديق ومن الشخص العادي. عشان كده الزوجة دي أنا بقول إنه حاولي تكوني متفهمة للراجل اللي معاكي. بيتعب من إيه؟ 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 بيتعب من إيه تقتحمي عالمه. وعايز تفردي الصداقة عليه ويحكي لك بالعافية. راجل بيه هرب؟ دايما يهرب؟ بالأسئلة كثيرة. يا رب من أي حصار دي طبيعة الرجل كده ما بيحبش يعني لكن دايما بالذكاء الزوجة المرأة بتفضي دايما بدون سؤال طبعا يمكن يعرفها أكتر في الاختلافات بين الجنسين لكن بقول كده يا تاني قطة هي الحوار زي ممكن حرك ذكرت يا قبل الفصل الحوار مهم جدا جدا لأن أقوى سكرات عنده فلسوف سكرات بيقول مقولة في منتهى الأنمية تكلم حتى أراك يعني أنا مش شايفك أنا مش فهمك مش عارفك بغير بتكلم فلازم تتكلم عشان أعرفك فالحوار هو بداية المعرفة الحقيقية بيني وبين الصديق أو بيني وبين الزوج بنحكي نتكلم والحوار حتى ليه أداب يعني ليه على الأقل الاستماع على الأقل الاستماع الجيد فلو الزوجة بتتكلم أنا أسمعها كويس هي تحس أنني أسمعها بدون إيدانة فنبتدني بأصدقاء لو أنا بتكلم والزوجتي بتسمعني بدون إعتراضات وتسمعني للآخر خالص بحيث أنا شخص مسموع ومفهوم فده بيدي أساس للصداقة ومعذور إذا فيه خطأ ومعذور وكمان اللي بياخد المبادرة وبيقول طيب أنا غلطت في كذا وعملت كذا تعالي نقعد ونتكلم أو تعالي نقعد يعني ده بيدي أساس للصداقة والاستماع يجور لنا الحاجة مهمة جدا جدا بيكلموا عنها دلوقتي حتى في المشورة وفي الدراسات النفسية بيسموها يعني الصداة الإيجابي وهو إيه بقى الصداة الإيجابي كلنا عندنا مشاكل نفسية بيدرجة أو بأخرى كلنا عندنا ديفوهات أو عيوب في الشخصية كلنا عندنا جروح قديمة كلنا عندنا مشاكل ما تحلتش كلنا عندنا نقطة صراعة بنحاول نصارع فيها هنا دور الصديق الشريك الحياة إزاي إنه بيبقى مش بس متفاهم لي مش بس بيخش في حوار بيسمعني كمان بيسمع ما لا أقوله دي النقطة اللي بيلوها دلوقتي حاليا اللي هو الصداة الإيجابي يعني إيه الصداة الإيجابي؟ كأن حضرتك بتكلمي أنت مبكلميش بس أوجاعك بتتكلم مشاكلك بتتكلم وأنا سماعها كويس فلما بسمعي بيكون في رد فعل أو صداة إيجابي بتفاعل معها وبحاول أسند ودعم لأنه بصي حضرتك إحنا كلنا كده عبارة عن يعني زي بيقول حتى الكتاب يعني في جانب مننا جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تلين بالزيت كلنا فيه عندنا معاناة بشكل أو بآخر ما في حد كامل ظروف تقطع من وقت لوقت ولما بنتجاوز بنخش بكل هذه الأمور ما بتروحش كده لوحدها بعد الفرح والقصة دي كلها بتزيد تزيد ممكن مع ضوط الحياة فمطلوب في قصة الحب الصديق هو الصدى الإيجابي بمعنى أن أنا بحاول ألاحظ وأفهم وحس حتى من غير ما الشخص اللي قدامي بيقول آه لكن بقدر أحسها وبذكاء شديد قادر أدعم من غير ما حسس شخصنا بتعال عليه أو بدينه لأنه أكتر شيء تخلي الشخص يهرب من أي حد في الدنيا هو الإحساس أنه هو هيدان منه أو هيحكم عليه ده صعب لكننا بنتعلمه يمكن هذا الزوج اللي قلت كلمت عنه السيدة المشاهدة يمكن عنده مشكلة ما وهو بيحاول يبني حوله نفسه صور حماية حتى منها يمكن من خايف اللي تحكم عليه غلط يمكن هو عايش في علامه الخاص ومش عايزة تدخل هذا العالم لأنه خايف من الإدانة أو رد في علامه العنيف أنا معرفش بالضبط الرغم فيه مشاعر بس الحب واحده لا يكفي مرات يمكن بيغان عن غير قصد طبعا الشخص بيتصرف بطريقة يمكن تخلي الشخص الثاني تصير عنده عدم ثقة أنه يفتح أو ينفتح بالحديث معه لسبب أو آخر ده صحيح حتى لو بيقذ سدقيني يعني محدش بيحب أن يكون تعيس ومحدش بيحب يكون قدام نفسه مدان لأن كلنا جوانا الضمير وإلى جانب الضمير فيه تبكيت من روح الله جوى كل شخص مؤمن بالله يعني فيه وجوانا كمان التربية والثقافة كل دي ممنوعات كتيرة جدا وبتدي إنذارات إنذار كده لما بغلط فمحدش بيحب يعمل كده إلا إذا كان مدفوع بنقطة ضعف جواه إلا إذا كان مدفوع بخطيقة محبوبة إلا إذا كان مدفوع بطريقة معينة ما يعرفش غيرها للتعويض عن هذه المشكلة فعش كده لما بنقولي الكلام ده مطلوب من كل شخص عايز تكمل في علاقة زواج فيها صداقة الصداقة دي صور حماية كبير جدا 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 ليك تعال بقى نبني هذا الصور نبنيه بالإيه؟ بالفهم أو التفاهم تحديدا نبنيه بالحوار ونبنيه كمان بالصدى الإيجابي بمعنى محاولة الإصغاء إلى ألام الطرف الآخر ونقطة ضعفه بشياكة النقد البناء يعني إذا فيه نقد أو حاجة للنقد النقد البناء النقد البناء مش النقد العالم وفكرة أنه مزج الإيجابي بالسلبي يعني أنت كذا 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 دي خلاص بتخلي الزوجة اهرب أو الزوجة اهرب وخلص الجلب الماضي طبعا طبعا يعني هذا الإصبع الخاص بالإيدانة يعني يوقع على علاقة زي ما كان العيبان هلوها كده موجه نعم بسرفين لكن فكرة التفاهم والاستماع إلى نداءات الاستغاثة الداخلية الغير مسموعة ولكن أنا در أميزها من العيش مع الشخص وحاول أسترق السمع من جوايا لألام الشخص التاني هي تتظل بأكيد حكمة وصبر وصلاة ومنتمنى النجاح بهك علاقة بين كل زوجين في هون مقولة كمانا حبيتها بتقول ما هو الزواج السبب هو الحب للزواج الصداقة مدى العمر هي هدية في الزواج اللطف هو كمان سبب تاني وطول هالعلاقة هو حتى يفرقنا الموت ده صحيح ده حقيقي شكرا كتير دكتر على الموضوع اليوم الحب الصديق وعلى الإضاءة على أهم النقاط لهالصداقة الموجودة بين زوجين بشكرك لو وجودك معنا لعف ومنشكركم أحباء المشاهدات والمشاهدين الكرام على تواجدكم معنا كمان ببرنامج مشهورة كافية ما تنسوا أنه تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وكمان على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة يسعدنا أنه نطلق تعليقاتكم ويسعدنا كذلك الإجابة على أسئلتكم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من البرنامج سلام الرب معكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة